بسهل خير أهلاً وسهلاً بكم حلقة جديدة من السادسة كل التحية لكل أهلوية اللي بيتابعونا النهاردة وخليني أبدأ معاكم أنا عارف طبعاً أنه يعني ضغط المطشاط مش بنلحق ناخد نفسنا لكن هتكلم معاكم على مطش الداخلية وبالتأكيد في السادسة معنا هتابعوا جزء من تمرينة النادي الأهلي النهاردة للسعداد الأخير أو اللمسات الأخيرة من مارسل كولر لمباراة الداخلية بكرة سعياً وبحثاً عن ثلاثة نقاط مباراة طبعاً مباراة سموحة وبيرامدز المستكملة يعني بين قوسين المستكملة انتهت لصالح بيرامدز وبالتالي لسه فيه صراع على النقطة لغاية لما نستنى أعتقد يوم 12 ويوم 22 سبعة هيحدده بشكل كبير جداً شكل بطولة الدوري أو المنافسة على بطولة الدوري وهل يستمر بيرامدز فيه منافسة الأهلي على اللقب ولا لا لكن الحقيقة أني هكلمكم في بداية الحلقة النهاردة وقبل ما نروح لليورو برضو الأحداثها مش سعلة ويوم الجمعة والسبت معنا أنا شايف أنه هم ثلاث نهائيات مبكرة بس قبل ما نتكلم في اليورو أنا عايزك تسرح بخيالك كده وتتخيل معايا سابقة سابقة هتكون الأولى من نوحة منذ بدأت لعبة كرة القدم الظاهرة دي قد تحدث الموسم القادم هل تتخيل عزيزي الأهلاوي أن إحنا من الوارد جداً ده سيناريو قابل جداً نسبة حدوثه أكبر بكتير جداً منه ما يحصلش هل تتخيل أنه الأهلي أو أجندية الأهلي في الموسم القادم قد تجبره على اللعب في خمس قرات في بطولات مختلفة يعني هل الموسم اللي جاي ده ممكن الأهلي يلعب أكيد طبعاً هيلعب في أفريقيا وأكيد طبعاً هيلعب في أسيا وأكيد طبعاً هيلعب في أمريكا الشمالية يعني دي كلها مؤكدة بنسبة 100% أفريقيا هي قراتنا الأم وبالتالي إحنا هنلعب كده كده حاجات كتيرة جداً على مستوى قرات أفريقيا أسيا خلاص تعودنا سواء على مستوى البطولات المحلية أو على مستوى البطولات القرية وارد جداً أنه القرى الأسيوية تستضيف أحداث مرتبطة بسوبر أفريقي ممكن سوبر مصري ممكن نهائي كاس مصر وارد كاس عالم أو كاس انتر كونتيننتل بمسمعه الجديد لأنه مواجهة الأهلي مع العين واردة جداً سواء في القاهرة أو في الإمارات فبالتالي أسيا سيناريو قابل جداً جداً وبنسبة 100% أنه الأهلي يلعب في قارة أسيا أمريكا الشمالية أكيد طبعاً لأنه الأهلي هيلعب في نسخة كاس العالم بشكلها الجديد فبالتالي أنت عندك ثلاث قرات دول أكيد إمتى ممكن الأهلي يلعب في أمريكا الجنوبية ويلعب في أوروبا ده مرتبط بمشوار الأهلي في كاس الانتر كونتيننتل أو بطولة الانتر كونتيننتل اللي هي بطولة أبطال القارات البديلة أو المستحدثة كبديل لبطولة كاس العالم بشكله التقليدي لأنك إنت لو تخطيت هرجعكم بالذكرة كده افترضت أن أوكلمت هيكون فيه قرعة إما هيلعب الأهلي أو هيلعب العين الإماراتي لو لعب الأهلي هيلعبه في القاهرة وبالتالي الأهلي بعد كده هيسافر يلعب العين والعكس الصحيح لو لعب العين في الإمارات الكسبان منهم هيجي لعب الأهلي هنا في القاهرة ثم يتبقى جولتين عندنا بطل أمريكا الجنوبية مع بطل أمريكا الشمالية والكونكا كاف الفيز منهم يلعب في الحالة دي إن شاء الله لو كان أهلي هو الفيز يلعب الأهلي على ملعب محايد وارد جدا يكون في أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا ينتظر الفيز في النهاية في أرض فأيضا ملعب محايد ممكن جدا جدا يكون في أوروبا فبالتالي أنت بتتكلم على مشاركة نادي في السابقة قد تكون الأولى لا هي مش قد تكون هي أكيد ما أعتقدش أنه فيه فريق على سطح الكوكب لعب قبل كده مباريات وبطولات رسمية في الخمس خارات في موسم واحد فدي ممكن تكون أو يكون سيناريو قبل حدوث الموسم القادم طيب دي نقطة